ستة أشهر إضافية لبعثة الأمم المتحدة في الحديدة قرار جديد لمجلس الأمن الذي انعقد الإثنين الماضي المجلس الذي قرر بالإجماع تمديد بقاء البعثة الأممية حتى الخامس عشر من يليو القادم برر هذه المهلة بدعم بنود اتفاق سوكولم والخاصة بمدينة وميناء الحديدة وميناء الصليف وراس عيسى وفق نص بيان الاجتماع الأممي فإن مجلس الأمن يعهد للبعثة قيادة عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار والإشراف على وقف إطلاق النار وعمليات إزالة الألغام على نطاق محافظة الحديدة تأسست البعثة الأممية في السادس عشر من يناير الفين وتسعة عشر بعد فترة وجزة من إعلان اتفاق سوكولم في ديسمبر الفين وثمانية عشر وتضم خمسة وثلاثين مراقبا عسكريا وعشرين موظفا مدنيا وفق تقريرا خاص بالأمم المتحدة صدر في أكتوبر الماضي ومع ذلك فإن هذه البعثة بحسب وقائع ميدانية فشلت طوال عمرها البالغ سنة كاملة في تطبيق أي بند من بنود اتفاق سويد وهو ما طرح تساؤلا حول الهدف من تمديد فترة وجودها بالنسبة للحكومة فإن البعثة الدولية ليست جادة في عملها ومتماهية في بعض مواقفها مع ميليشيا الحوثي ويرى مراقبون أن فشل البعثة في مهامها جزء من مخطط دولي يرمي لبقاء اليمن في حالة انقسام دائم ما يجعل التمديد لولايتها تمديدا للفشل ذاته الذي يقدمه البعث الأممي مارتن جريفث كإنجاز دولي